أمر محافظ صلاح الدين بتجهيز محطات ضخ الماء في تيكريت بـ 40 ألف لتر من مادة الكاز بشكل فوري لتأمين إيصال الماء للمواطنين بأسرع وقته وكان المحافظ قد أشرف قبل أيام على نصب مدخات ذات قدرة سحب عالية من أعماق نهر دجلال معالجة مشكلة نقص المنسوبة التي يؤدي لتجمع التحالب عند بوابات السحب اشتركوا في القناة